أنت من الأسماء التي بكرة أو غدا ممكن أن يسائلها القضاء بعنوانك كوزير رح يقول لك يا با أنت من فاسدينك من من الزعماء كان يريد منك المنطيت ياه الباق ياه الحاسبته ش رح تجاوب معالي الوزير أنا أجاوبك في مرحلتي لن أسمح ولم أسمح لأي جهة سياسية حزبية سنية شيعية كردية أن تدخل في الوزارة أبدا وهذا حتشيت في مجلس النواب مرة صارت استضافة وقالوا أنت كذا فقلت لهم أنا مبلغ جميع السياسيين أن يخلي هويته خارجي الوزارة ويطلب للوزارة مستقل يخدم العراق دون ذلك ما أسمح في ذلك الوقت ما صار أنا في تقديري ما صار عندي فساد في مرحلتي على الأقل ما لمزت أو حسيت هناك فساد مع احتراماتي لكل وزراء الكهرباء يقولون بهذا أنا سماعتها من كريم معهل وسمعتها من قاسم الفهداوي وسمعتها من الوزير اللي هذا بالأخير وهذا يقول تال باقي الفلوس ياها أمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر